بونجور بما اني حب اقدم لكم وصفة طريقة تحضير الفلافل حبايت قبل اعمل فيديو عن طريقة تحضير صلصة الطحينة وبتمنى عليكم تعملوا اشتراك بالقناة وتعملوا شير الفيديو حتى يوصلكم كل فيديو جديد بنازلوا على اليوتيوب وهلأ خلينا سوا نحطر صلصة الطحينة لأعمل صلصة الطحينة انا هون حضرت كباية طحينة وهون كمان حضرت تلت الكوب عصير حامو الطبيعي عزت بس حامضة واحدة وكمان بحاجة لحصين توم يلي ما بحب التوم فيه ما يحط ابدا توم وكمان بدي ملعقة صغيرة ملح الملح حسب الزوج كل واحد بحط ملح حسب ما هو بحب وكمان بدي تلت رباع الكباية ماي هون اول شي لحفرغ كباية الطحينة وهلأ لحنا نزل الحصين توم ولحنا نزل رشت الملح ولحنا نزل الحامض ولحنا نزل الماء هلأ انا لحعملها بطريقة كتير سهلة بالبلندر بس المعندو هالمكنا هالقيلة فيه دق التوم ويخفعهم كلهم بالملعقة ولأ بخفعهم كلهم مع بعضهم من بعد ما خفقتهم كلهم مع بعضهم حسات الطحينة صاص عنده بعدها شوية جديدة يعني بتعوز ملقاتين كبار ماي زيادة عن الماء اللي حطيته هلأ خلصت من خفق الطحينة طرت سريعة لأنه على البلندر هيدا هي سمكة الطحينة بدا تكون هلأ صارت جهزة لأسكبها بالجلط وبهالطريقة السهلة يلي قدمتها كجهزت أطيب وأسهل طريقة لتحضيع صلصة الطحينة مرسي لمشاهدتكن الفيديو وانتظرووني بالفيديو التاني لنحضر سواب هرات الفلافل باي باي اشتركوا في القناة